رؤية مصر في التعامل مع من سيفوز مصر في كل الأحوال لها رؤية للتعامل مع من سيفوز أو من سيحكم البيت الأبيض خلينا أقول أنه إحنا السياسة الخارجية المصرية بتعتمد فكرة التوازن في نمط العلاقة بمعنى أنه توجات سيد الرئيس بيقول تملي العلاقة تقوم على الندية في العلاقة أيا كانت الإدارة الجمهورية أم أمريكية وإحنا بنتمتع بعلاقة جيدة مع الأمريكان في شراكة استراتيجية في شراكة سياسية لكن في مساحات تجاذب كبير ما بنحبش نتكلم فيها أحيانا لكن هي مهمة نحن نقولها أنه صحيح أنه في شراكة استراتيجية وعسكرية ولينا طيار نفس الإدارة الأمريكية اللي هو طيار وزارة الدفاع طيار وزارة الدفاع في أمريكا فاهم قوي وبيدرك وشايف أنه مصر هي أهم دولة في الإقليم أنا بقول إحنا طبعا عشان نقول هذا الكلام شهدتنا مجروحة لكن هو يشايفك أنه أنت أهم دولة في الإقليم وأهم دولة في الإقليم أنت بتبني عليها استراتيجيتك الأمريكان شايفينك أن أنت دولة محورية دولة رئيسية في الإقليم وليك دور مهم جدا في أي مصار بتمضي فيه السياسة الأمريكية وعشان ده يفصل لحضرتك ليه ليه حطين ملف غزة رضاية الفلسطينية مع حضرتك مش مع أي طرف آخر يعني كل الأطراف بتتحرك انطلاقا من مصر وكأن مصر هي بالفعل بتحدد بصلة الاتجاهات مع إسرائيل مع حماس مع الفلسطينية مع السلطة مع الأطراف العربية الأخرى فبتالي أنت دورك مركزي في هذا في مساحات مناكفة؟ آه طبعا في مساحات مناكفة في التجازف والعلاقة فيه يعني إحنا بنعمل مناورات اللجم الساطع مع الأمريكان سنويا دي مناورات مهمة جدا للأمريكان أي المساحات الأعلى المناكفة متجازف لا مش صعب هو أنا هقول لحضرتك المناكفة فيها جزء من التجازف والتباون في المصالح بمعنى إيه؟ يعني أما ييجوا يناقشونا في بعض القضايا فيكلمك على قضايا الديمقراطية والحرية والليبرالية ودي شؤون داخلية لا نريد أن نفتحها مع الأمريكان وبتبقى سخافة أمريكية أنا بكلم حضرتك أساس جامعي وأكاديمي ومختص بالملفات دي فدي أمور داخلية وبالتالي إحنا بنحاول نقلل المساحات التجازف يعني ميجي يقول لي على قضايا الحرية والديمقراطية وجايب مصادر مجهلة أنا كراجل أكاديمي بقول له هاتلي المصادر أنت اعتمدت عليها جبني المصادر عشان نعرف نتكلم في بعض الأجزاء دي بعيد عن المناكفة الدورية الحاجة الثانية إحنا فيه ملفات كتيرة بنقول فيها لأ يعني أنا ضربت مثال لحضرتك مثلا فيه موضوع حرس الزهار ده تم طرح دخول مصر مصر رفضت وبالتالي فيه اعتبارات معينة في ترتيبات أمنية في الإقليم بيطلب من حضرتك فيه على اعتبار أنك شريك مع الولايات المتحدة خلي بالحضرتك الأمريكان علاقتنا بيهم في معاهدة السلام جيمي كارتر موقع جنب السادات جنب مناحن بيجي ثلاثة في الوسيقى فإحنا بتعامل مع الأمريكان فيه شراكة وفيه علاقة كاملة بيننا فهما بيتعامل معاكم المنطلق ده هو شايفك دولة مهمة وأهم دولة في الإقليم تحتل المساحة كبيرة في السجل الأمريكية لكن فيه مناكفة المناكفة دي بيه قضايا داخلية موضوعات بخصة بالأسلحة لكن هو حريص على التعاون العسكري يعني يجي يعمل معاك مثلا ودي مهمة قوي تدريبة البحرية ليه البحرية غير مناورة النجم السادة لأن انت عندك أقوى قدرات بحرية في الإقليم مصنف عالميا على الرقم أربعة في العالم فبالتالي هو عايز يجي ياخد خبرتك في هذه الملفات هو شايف أنه عندك تطوير في قدرة الجيش المصري يعني هو بيكلمك النهاردة وهو عارف أن احنا في ذكرى منور 50 عام على حرب أكتوبر اللي كانت في أكتوبر الماضي غيرنا تغيير كامل في الجيش وفي بنية القدرات العسكرية وحسابات القوى الشاملة وامور كتير ونشرناها على الملأ يعني توجهات كانت سادة الرئيس والقائد العام أنه الناس كلها شافت اللي حصل التطوير اللي جرى في القوات المسلحة المصرية لكي توضع فيه مصاف الجيوش والعالمية النهاردة حضرتك مصنف ما بين الـ 12 وبين الـ 14 وفق تقارير سيبري وراند والإي إن إس إس دي عديد دولية بتعرفش تحبي حد تحط لك الجيش المصري في هذه المرتبة المتقدمة دي الأمور بتزعج أمريكا لأنه النهاردة الجيش الوحيد المتماسك في الإقليم هو مصر وإحنا في حاجة اسمها نتقاطل استراتيجيات دولة مصرية حضرتك اللي هي ليبيا السودان منابع دول حض النيل وبعدين غزة وإسرائيل كل النطاقات الاستراتيجية مش الحدود بس كلها فيها مشاكل وانت بتتعامل كلها فانت بتتعامل مع نطاقات استراتيجية متوترة من مصلحة أمريكا نتشوف هذا البلد مستقر انت عند حضرتك الحمد لله استقرار سياسي وعندك استقرار أمني ده مزعج في إقليم مضطرب بكل ما فيه يعني إقليم بيعاني من حالة من عدم الاستقرار هل عدم الاستقرار ده مرشح للتصايد بطبيعة الحالة تمنى يعني يزيد لكن في مشكلة في ترتيبات أمنية والستراتيجية هتجرى في الإقليم ليه تأثير على حضرتك ليه تأثير على حضرتك بصورة أو بأخرى